قلص فريق الزمالك الفارق مع غريمه الأهل المتصدر إلى خمس نقاط عقب فوزي على مضيف اتحاد الشرطة بثلاثة هداف لهدفين في ختام المرحلة الحادي وثلاثين من الدور المصري لكرة القدم سجل محمد إبراهيم في الدقيقة السادسة وثلاثين الهدف الأول ليضيف باسم مورسي من ركلة جزاء الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والأربعين وختم مصطفى فتح اهداف الزمالك في الدقيقة الثانية وستين فيما أحرز أهداف اتحاد الشرطة سعيد كمال في الدقيقة الثالثة وسبعين وصلاح ريكو عند الدقيقة الثانية وثمانين بهذا الفوز يكون الزمالك قد جمع في رصيده ست وستين نقطة مقابل واحد وستين نقطة للأهلي بينما توقف الرصيد الشرطة عند اثنين وعشرين نقطة في المركز السادس عشر محمد إبراهيم وأول أهداف اللقاء